بسم الله النهاردة احنا عندنا يعني ممكن يبقى لايف مختلف علشان فضل ليلة القادر ودعاها هنديه النهاردة مع بعض كده وإحنا مطمئنين إن أبواب السامة مفتوحة لكل المسلمين كنا زمان بنقول كده فكرة مريضة فكرة عيانة كده تعبانة إن يعني البني أدم اللي سايب ربنا طول رمضان ويجيله في ليلة واحدة كده يعني ربنا هيقبله يعني هو الحقيقة آه الحقيقة آه لو سايب ربنا طول حياته وفي لقطة واحدة يجي لربنا سبحانه وتعالى الله كفيل إنه يقبله ويرحمه ويرفع مقامه كانت فكرة مريضة وفيها شيء من التعالي كأن يعني إيه ربنا ما بيقبلش إلا صنف معين طب والعباد اللي بيعبدوا ربنا من أول رمضان يبختوهم بربنا طول رمضان يبختوهم بربنا لكن العباد عارفين إنه لما ربنا يسامح بني آدم جي ليلة مش هياخد مكانهم في الجنة وإنت مش هيبقى عندك أي إشكالية لو أنت عابد ليل نهار منفق متصدق ودخلت جنة ربنا في جوار سيدنا محمد عليه السلام إنك تلاقي واحد من كبار العصاة هو كمان في الجنة لأنه مش هياخد حتى من ملكك وبعدين مش هيبقى في قلبك أي غضادة ولا أي زعل لأن ربنا بيقول وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا إِخْوَانًا عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابِلِينَ فيا بخت اللي جيل ربنا النهاردة وربنا بيقول سلام هي حتى مطلع الفجر فإحنا لسه الفجر مقدنش قدامه لسه حوالي أقل من ساعة تقريبا فإحنا مع ربنا سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي اللي رواه الإمام ابن رجب في كتاب اسمه نطائف المعارف كلم عن فضاء للشهور إن إذا كانت ليلة القدر أمر الله الملائكة أن تنزل إلى الأرض ومعهم جبريل تنزلوا الملائكة والروح سيدنا جبريل الروح والروح فيها لأن سيدنا جبريل ربنا بيسمي الروح نزل به الروح الأمين إذا كانت ليلة القدر أمر الله الملائكة وفيهم الروح أن ينزلوا إلى الأرض ليروا العباد الركع السجود وقد زينوا الطرق بالقناديل يعني نوروا الطرق عشان هيصلوا وزينوا أنفسهم بالعبادة والصلاة فيقول للملائكة انزلوا لتروا عبادي ركعا سجدا وقد طعنتم فيهم فقلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فقلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون فانظروا إليهم وهم يسجدون ويركعون لتعلموا أني اخترتهم على علم على العالمين لي بيعبد ربنا النهاردة ربنا بيقول للملائكة شفتوا انت قلتوا عشان عندهم إرادة مش هيختاروني شفتوا أنا اخترت مين وقلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون يفتخر ربنا ويباهي بنا الملائكة لما الراجل جلسة من النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله الأقوام زمان في بني إسرائيل كان منهم من يلبس الدرع والسيف في سبيل الله طول عمره قد إيه خمسة وتمانين سنة عايش وإحنا أعمرنا أقل من كده فنزل القرآن ليلة القدر خير من ألف شهر وبالمناسبة لها أكتر من تفسير عند العلماء إما ألف شهر ليه 84 سنة يعني فيبقى ليلة في كل سنة لو عبدت ربنا اتكتب لك بتحضر بقالك 84 سنة دروس لو بتحضر درس النهارده بتصلي بقالك 84 سنة بتشتغل بقالك 84 سنة لو عندك النبطشية بتاعتك النهارده بتعمل عبادة بقالك 84 سنة أو يقال إن كلمة ألف دي أكبر عدد كان يعرفه العرب فربنا بيقول ليه لتو القادر خير من أكتر رقم من الشهور انتو تعرفوه فلو تعرفوا ميت مليون يبقى خير من ميت مليون خير من ألف شهر فاحنا في نعمة كبيرة أن احنا مع بعض النهارد ربنا يدمها نعمة علينا